موسيقى الولايات المتحدة ومملكة البحرين يجددان دعمهما ثابتا والموصول للوحدة التربية للمملكة ولمغربية الصحراء دوليا قتيل وإصابة آخرين في عملية طعام بكنيسة للجزيرة الخضراء ومنفذ الهجوم وهاجر مغربي أما في رياضة اللعب المغربي بلالخ الخنوس يفوز بجائزة أفضل موهبة شابة طاعدة بالدوري البلشيكي مساوكم سعيد مشاهدين نشرة الأخبار من كاب 24 بطنجة أهلا بكم جددت مصاعدة وزيري الخرجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية مشيل سيسون أمسي الأربعاء بالرباط دعم الولايات المتحدة للمخاطط المغربي للحكم ذاتي باعتباره حلا جادا وذا مصدقية ووقعيا لنزاعي حول الصحراء أضحت سيسون خلال ندوة صحافية عقب محادثات مع وزيري شون الخرجية وتعون الإفريق والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن الولايات المتحدة ما تزال تعتبر مخاطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب حلا جادا وذا مصدقية ووقعيا وسجلت المسؤولة الأمريكية أن أولوية الولايات المتحدة هي دعم مسار ذي مصدقية يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاعي حول الصحراء يحظى بدعم المجتمع الدولي بدورها جددت مملكة البحرين دعمها ثابتة والموصول للوحدة ترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء وكذل الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسيا واقعيا لهذه القضية على أسس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات أصلة وتحت إشراف الأمن العام للأمم المتحدة أكدت مملكة البحرين في البيان المشترك الذي تواجه أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشاركة التي عقدت لأم الخميس بالمنامة برئاسة وزير شؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وزير الخارجية البحريني عبد لطيف براشد زياني على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشمعية العامة للأمم المتحدة في خبر آخر كشف ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربات المقيمين بالخارج خطة الوزارة لعصرانة وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربات المقيمين بالخارج وضح بوريطة ردا على سؤالين كتابيين بمجلس المستشارين أن الوزارة بادرت إلى تعزيز شبكة القنصلية من خلال رفع عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 57 مركزا دون احتساب القنصليتين المغلقتين ببنغازي والترابلس التي سيتم افتتاحهما قريبا وذلك بتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وشهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج أشر الوزير إلى مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل للقنصلية الموحد متعدد لغات كمرجعا وحيدا لتوحيد مصاطر العمل القنصلي وإنشاء مركز نداء قنصلي بالسبع لغات للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية وأحداث منظومة إلكترونية للحالة المدنية ازدياد لضمان تسييل الاستجابة للطلبات وثيق الحالة المدنية حيث مكنت هذه العملية من رقمنة أزيد من مليونين وثلاثمائة الف رسم توفيت الممثلة المغربية خديجة السدامسية الأربعان عمرنا ناهز سبعين عاما بعد سرعا طويلا مع مرض السرطان وتوفيت الممثلة بعد نقلها من مصحة خاصة في الدار البيضاء إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب إنهاكه من المرض ونعت الفنانة نقابة المسرحين المغاربة وشغلة سينما وتلفزيون ومؤسسة بيت الثقافة وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع تواصل الاجتماعي وعبروا عن حزنهم وتضامنهم مع أسرتها خديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الرحل صعد الله عزيز الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من ثلاثين عاما إذ أخرج ومثلاء العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية وسينماية كان أشهرها سلسلات تلفزيونية للا فاطمة التي أصبحت خديجة معروفة اسمها رحم الله الفقيد وإنها لله وإن إليه راجعون ثوليا أكدت الشرطة الإسبانية في آخر تطورات قضية الهجوم على ثلاثة كنائس بالشزيرة الخضراء جنوبية إسبانيا أن المنفذ شاب في الخامسة والعشرين من عمره ولد في المغرف في أكتوبر سنة سبعة وتسعين تسعمائة وألف وذكرت وكلة الأنباء الإسبانية إيفي أن المعني بالأمر دخل تراب الإسباني بطريقة غير نظامية وكان ينتظر الترحيل إلى بلاده إذ كان في وضع غير قانوني أكدت الشرطة الإسبانية أن الشاب لا يتوفر على أي سجل إجرامي بإسبانيا بينما يتواصل التحقيق معه بشأن دوافع هذا الهجوم وفدت وسائل علامة إسبانية نقلا عن شهود عيان أن الجاني كان يحمل سيفا من الحجم الكبير ويصرخ الله أكبر وتموت المسيحية قبل وبعد تنفيذ عمليات الطعام التي راح ضحيتها رجل الدين وأصيب أربعة آخرون بجروحا متفوتة الخطورة ورجحت التحقيقات كذلك أن السبب وراء هذه الجريمة النكراء هو اليأس الذي أصاب الجاني بعد قرار الترحيل الصادر في حقه شهر يونيو الماضي مما دفعوا للقيام بهذه المجزرة التي هزت الرأي العام الإسباني والدولي لبشعتها وخطورة على قيم التعيش والاندماج بين المسلمين والأديان الأخرى في فلسطين أعلنت وزارة وصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم سيدة المسنة وإصابة آخرين برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جينين ومخيمها فيما قالت وسائر علامة إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأثب على حدود قطاع غزة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحدد ثلاثة أيام وتنقيس العلام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مخيم جينين أثناء عملية نفذها الجيش الإسرائيلي هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002 من جانبه حذر الأردن اليوم الخميس من أن حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية تنذر بتفجر دوامة من العنف جديدة سيدفع الجميع ثمنها هذا وخلفت العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار أربع ساعات في مخيم جينين دمارا كبيرا في المباني والممتلكات في الرياضة فز فريق الوداد الرياضي على ضفه المغرب الفاسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم مسام سي الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدورة الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وبعد انتهاء الشوط الأول من المقابلة بتعضل سلبي تمكن فريق الوداد الرياضي من حسب نتيجة المباراة لصالحي في الشوط الثاني بفوز على المغرب الفاسي بهدف نظيف عقب هذه النتيجة ظل فريق القلع الحمراء في المركز الثاني برسيد 31 نقطة فيما احتل المغرب الفاسي المركز السادس برسيد 21 نقطة مع أخبار سحر المستديرة دائما حيث فز لعب المنتخب المغربي والمحترف بنادي جينك البلجيكي بلال الخنوس بجرائزة أفضل موهبة كروية في بلجيكا لعام 2022 واختير الخنوس كأفضل موهبة كروية صاعدة وفق استفتاء أجره التلفزيون البلجيكي ضم جمهر الكرة وخبراء فنيين وكذلك لعبين محترفين ووصف القائمون على هذا استفتاء الخنوس بأنه النسخة الجديدة من البلجيكي كيفين دي بروين أو نجم منشستر سيتي مشاهدين نهاية النشرة لمزيد من أخبارنا واخبار العالم ونزوروا موقعنا الإلكترونيكا بفنكاتخ فائمة شكرا على انتباهكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا على اشتركوا في القناة